السلام عليكم اهلا بكم في الحلقة الثمانية وعشرين من بي تريبل ام بي ولسه في ثالث ام ماشين ليه انت محتاج مبرد و ايه المشاكل اللي ممكن تحصل لك لو ما عندكش مبرد و ايه حجم المبرد اللي انت محتاج والشغلك في الحلقة دي هتلاقي كل حاجة محتاج تعرفها بخصوص المبردات بعد ما خلصنا كلامنا عن المكن في الحلقات اللي فاتت تيجي تاني اهم مكنة في صناعة البلاستيك واللي ما تكملش صناعة البلاستيك من غيرها المبرد بالنسبة لمكن البلاستيك هو الرئة بالنسبة للانسان او الرادياتير بالنسبة العربية طب انا محتاج المبرد في ايه في صناعة البلاستيك عندي مصدرين من مصدر الحرارة اول مصدر من مصادر الحرارة هي المكنة نفسها وترومبت الزيت بتاعت المكنة اللي بتضخ الزيت في جميع اطراف المكنة اللي طبعا نتيجة الدخ ده بتتولد حرارة بتسخن الزيت وتيجي هنا اول دور للمبرد في التبريب تاني مصدر من مصادر الحرارة هو القالب بيجي من خلال البلاستيك المحؤون طبعا عشان احقنه بحتاج اصهره وبعد التشكيل مباشرة بيحتاج ابرده تاني في اقل زمن ممكن عشان اطرد القالب ويتبقى دورة الاتنجة عندي سريعة ويجي هنا تاني دور في اهمية وجود المبرد طب لو انا ما عنديش مبرد او عندي المبرد كفاة ولايلة ايه المشاكل اللي ممكن تحصل من الحرارة اولا بالنسبة للمكنة اذا ارتفعت درجة حرارة الزيت فيها هيفقد لزوجته واحدة واحدة لحد ما يبوز خالص تاني مشكلة ممكن تحصل لو الزيت فقط لزوجته ضغوط المكنة بالكامل هتتغير الضغوط اللي انت زابط عليها المكنة ومتعود على اداء معين المكنة هتلاقيها بتتغير كأن بيحصل برجلة في ضغوط وسرعات المكنة كلها ثالث مشكلة ممكن تقابلك في بلوف المكنة واللي ممكن جواناتها ما تستحملش درجة الحرارة بتاعت الزيت فتبتدي طبوز وتسرب زيت تلاقي المكنة بتنقط زيت من البلوف تعرف على طول ان الجوانات ضربت او بازت من الحرارة رابع مشكلة ممكن تقابلك في بساتم المكنة نفسها اللي الحرارة هتأثر عليها زي ما اثرت على البلوف وزي ما جوانات البلوف بازت ممكن برضو جوانات البساتم طبوز وتبتدي برضو المكنة تنقط زيت من البساتم بتاعتها خامس مشكلة ممكن تقابلك في المكنة بسبب الحرارة في ترمبة المكنة اللي بدورها برضو بيبقى فيها جوانات بتتأثر بالحرارة أما بالنسبة للآلف الحرارة ممكن تأثر فيه كالآتي أول مشكلة ممكن تقابلك في الآلب هي تلف جوانات التبريد الخاصة بالآلب واللي بيسري عليها نفس اللي بيسري على البلوف والترمبة والبساتم ولو انت عندك منتج من اللي بيحتاج حرارة عالية للآلب زي البولا عمايد مثلا بيحتاج من 80 ل120 درجة ظروف تشغيل أو درجة حرارة للآلب أثناء التشغيل ففي الحالة دي لازم تراعي الموضوع ده وتركب له جوانات مخصوصة للحرارة جوانات حرارية ونفس الشيء طبعا بالنسبة للخراطيم التبريد فالحرارة برضو بتأثر عليها وتخليها تضرب فلو انت عندك خامة بتحتاج حرارة عالية زي البولا عمايد يبقى انت محتاج تركب خراطيم مخصوصة للحرارة ثاني مشكلة ممكن تقابلك في الآلب بسبب الحرارة هو بداية تمدد الآلب الآلب أول ما يسخن هيبتدي يتمدد طب لو تمدد هيحصل ايه؟ أول حاجة هتلاحظ احتكاك زيادة بين الدفعات والدكر أثناء طرد المنتج اللي لو استمر هيسبب فيه تسليخ الدفعات دي أو زيادة الاحتكاك يؤدي إلى زيادة التآكل وطبعا هتقدي في الآخر إلى زهور رايش في الدفعات من أماكن طرد المنتج ثالث مشكلة ممكن تقابلك في مساليب الآلب لو الآلب بشكل مخروطي أو كونك وخصوصا في الاستنباط اللي ما فيهاش صلاة ده عالية أول ما الآلب يبتدي يتمدد هيزيد الاحتكاك بين الأواطع هيحصل تآكل ما بين الأواطع ومعضها ممكن يؤدي لعدم محورية الآلب تلاقيك الادكر رحل عن مكانه وبقى فيه جنب وجنب يعني جنب اتخانة زيد وجنب اتخانة قل رابع مشكلة ممكن تقابلك لو الآلب سخن وابتدى يتمدد هيتغير مقاسه اللي المكانة بتبرمج عليه فبدل ما المكانة شايفة ان القلب له مقاس معين هيكبر شوية بنسبة التمدد اللي تمددها فبالتالي المكانة هتقف هيبقى كأن المكانة شايفة ان هي قفلة على حاجة جوه القلب فتلاقي المكانة وقفت الركب بتاعتك ما فردتش للآخر أما بالنسبة للمنتج فأول مشكلة هتقابلك لما الحرارة ترتفع هيبتدي يظهر معاك رايش بالمنتج داني مشكلة هو ظهور تصفيت بالمنتج يعني السطح بتاعه مش هيبقى مستوي هيبقى فيه تعريجة كده نتيجة لان القلب اترد المنتج قبل ما ياخد التبريد الكامل بتاعه أو قبل المنتج ما يبرد بالشكل الكافي وتالت مشكلة ممكن تقابلك هو اختلاف أبعاد المنتج من المعروف ان البلاستيك بيتمدد بالحرارة فلما بيكش جوه القلب ياخد الأبعاد المظبوطة بتاعته ولكن لو قبل ما يوصل لدرجة الحرارة الكافية بتاعته واترد من القلب هيكمل انكماش فتتغير الأبعاد النهائية بتاعت المنتج مش هنطول في الحلقة دي عشان الصيام والحلقة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن فكرة عمل المبرد وازاي تقدر تحدد حجم المبرد اللي انت محتاجه نشوفكم الحلقة الجاية السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة